بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة سنبدأ مع بعض نتحدث عن الزكاة الاصطناعية والبرمجة الزكاة الاصطناعية هو عبارة عن ايه؟ يعني دعنا نبدأ مع بعض كده ايه هو تعريف الزكاة؟ ممكن تقول لنا ايه هو تعريف الزكاة؟ ايه هو تعريف الزكاة؟ يعني امتى نقول على الحاجة انه زكية؟ امتى نقول على الحاجة انها زكية؟ تمام؟ لو حد حابب يجاوب ياريت يعني عساسي يبقى فيه تجاوب من الاطراف ايه هو تعريف الزكاة؟ يعني امتى نقول ان البرنامج ده عنده زكاء اصطناعي او ما عندهو زكاء اصطناعي؟ يعني امتى نقول على طالب ان هو زكي او الطالب ده؟ يعني فالزكاء اللي هو قدرة على فهم الحاجة وتعلمها والتعامل معها يعني احنا عايزين الآلة ما تبقاش متبرمجة على حاجة واحدة وما تقدرش تتصرف لو هي وقعت في مشكلة؟ يعني على سبيل المثال ممكن تعرف مشكلة بمعنى ايه؟ ممكن ان احنا عايزين نقول له انزل اشتري حاجة يعني عملنا روبوت وبرمجناه ان هو ينزل اشتري حاجة من تحت فهو قلنا له اخرج من هنا امشي روح عند الباب افتح الباب اطلب الاستنصير وانزل اشتري حاجة لو لقى ان الباب مفتوح فلاق خطوة مش قادر يتصرف معها يعني هو مفروض ان هو يفتح الباب لقى الباب مفتوح فوقف ليه؟ لان ده برنامج متبرمج بالطريقة التقليدية الزكاة الصناعي ان هو يبدأ يتفاعل مع الحاجة ويبدأ ان هو يفكر مع الحاجة ويبدأ ان هو يستنتج ويبدأ ان هو يحسن الزكاة الصناعي ده معبدات الكمبيوتر لكن كانت في مشاكل هنتكلم عنها قدت ان هو مظهرش غير اليومين دول يعني ظهر السنة اللي فاتوا اللي قبلها بدأ الناس كلها تتكلم عن الزكاة الصناعي انما هو كان موجود اصلا من سنة كام من الحرب العلمية التانية كده 1945 بدأ يظهر موضوع الزكاة الصناعي بدأوا يفكروا ان نخلي الروبوت هو اللي يفكر الشفارات وهو اللي يفكر معانا ونستعم به والحاجات ده كلها ففكرة الزكاة الصناعي دلوقتي بقت سهلة جدا بقت سهلة جدا ان احنا نلاقي برنامج ونبدأ ان احنا نتكلم معاه ونعمل الر Jason معاه ونسأله عن سهلة اللي احنا ماشي عارفنا يعني ممكن يساعدنا احنا مطلوب منينا واجب فالواجد ممكن نقوله اشرح لنا الواجب ما نقولش الذكاء الاصطناعية قبل على حللي لنا الواجب كده الذكاء الاصطناعية هيبقى زكي ونحن نبقى نسكية نستعم Florence With Us يساعدنا في فهم الواجب نقول له الحكة دي انا مش فهم اشرحها لي تاني ممكن نسأله سؤال وقول له اشرحولي كي ان انا طالب عند عشر سنين فيبدأ ان هو يسهل لي الموضوع الصعب اشرح لي نظرية الكام مثلا او نظرية نيوتن او النظرية النسبية لطفل عنده عشر سنين فيبدأ ان هو يسهل المعلومة بحيث ان انا اقدر ان انا افهمها واستوعبها هي دي فكرة الزكاء الاصطناعي فالزكاء الاصطناعي بال blew up فبطل العلم كاسبرو بدأ يلعب чем الاصطناعي فبدأ query Northwestern كان هناك الاول ازكى من ك Sekarang وبدأ ان هه يتغلب عليه لكن زكاء الاصطناعي بدأ يدرب مع التكرار كل ما هو بيلعب، يبدأ انه يتدرب بيدأى ان هو يفهم افقار بيبدأ ان يضحوا strong cause ف Meanwhile Kate efter wilco ان يتغلب. على بطل العلم في الشطران. فيمنا ايه هو الزكاة الاصناعي؟ الموضع واضح؟ فهمتوا فكرة الزكاة الاصناعي او ليه احنا مهتمين بالزكاة الاصناعي؟ اي. تمام. انت اسم حضرك ايه؟ اسامة. اسم حضرك ايه اسامة؟ اه. ماشا مش هونت اسامة الله يا كرمي. طيب. فهي الزكاة الاصناع دلوقتي موجود في كل حاجة حولينا. يعني كل الحاجات دلوقتي بقى فيها ذكاة الاصناعي. على سبيل المثال مثلا. فيه دلوقتي عربيات ذاتية القيادة. هي مش محتاجة ان يبقى فيه سواء ماسك الديركسيون ويسايع. تمام؟ ده بقى حاجة جميلة جدا. ان انت مكن تكون دراح مشوار ومتعب فتخلي الكمبيوتر هو اللي يسوق مع نفسه. ممكن فيه دلوقتي في كل المبايلات سواء ايفون او اندرويد فيه اللي هو انت تتكلم مع متحطس الشخصي وممكن تسأله اسئلة ويبدأ ان هو يجاوب معاك. يعني ساعت انا مسلا اكون يعني بعمل حاجة وراح دايس على زرار وقول له اشرح لي مثلا ايه هو زكاة الاصناعي. فيبدأ ان هو يشرح لي فكرة الزكاة الاصناعي. ممكن تكون فيه حاجة مثلا مش واضحة عندي في الكتاب. بقرة في كتاب التاريخ في كتاب ادب ادب. نحن فيه مادة معينة انا مش ادرى افهمها اقول له اشرح لي المادة دي. ماولوش حل لي الحاجة دي. لان لو هو حلها لي انا بش اسفات حاجة. فدلوقتي حتى كل حاجة احنا بنمارسها في حياتنا. الشركات بدأ تدخل فيها زكاة الاصناعي. اي موقع انت بتخشه بدأ يبقى فيه جزء زكاة الاصناعي يفهم انا بحب ايه فيبدأ يجيبلي اللعنات اللي انا باعيزها وهكذا. طيب على سبيل المثال وانا بحضر البرزنتيشن دوت. رحت ايه عايز حط صورة لاطفال بيشتغلوا على الكمبيوتر بيعملوا برمجة. هنفهم يعني ببرمجة وايه لازمت ان احنا نشتغل في مضوع البرمجة. فعشان اعمل الصورة زي دي زمان لو انا مفيش قبل زكاة الاصناعي كنت محتاج ان انا قعد بقى ادخل الصورة دي واجيب الصورة دي من هنا وموجود كبير جدا. طيب تعال انا احطلوك تلات مواقع عساس تجربوه وتشوفوا انا الاحسن. انا عادة بحب برنامج اسمه او موقع اسمه لينارده. تمام? اللي ده بتعالي جدا بكتب له اي جملة بيبدأ ان هو يتفاعل معي. تمام? كل اللي علي ان انا اكتب له جملة صغيرة خالص هو يبدأ ان هو يعمل لي الصور اللي انا عايزها. تمام? يعني هورجو شوية صور انا كنت اعملها على الموقع دوت. تمام? هقول له مثلا انا عايز create new image انا عايز اعمل صورة جديدة. الوجه بتاعته اول حاجة image generation يبدأ يعمل لك صور. في حاجة اسمها real time يعني كل ما بعدل حاجة بيبدأ اعدل لي الصورة. ممكن اكون لسه بكتب حاجة او برسم حاجة. يبدأ ان هو يعمل هالي. دي صور اللي انا عملتها عليه النهاردة. وهو يوميا بيديك رصيد نقط تبدأ ان انت تتجرب. طيب انا ممكن اجي هنا وقول له مثلا ايه الكلمة اللي انت عايزها? يا اسمه او حد تاني من الناس اللي معنا يكترحوا حاجة نطلبها منه ويعملها لنا. دي صورة اللي انا طلبتها منه. كل اللي انا كتبته هنا اكتب لقلت له عايز اطفال بيبرمجه. فجاب لي الاربع صور دول. ودي برضو قلت له عايزين ان هم بيلعب مع الروبوت. ماشي? اتترحوا علي حاجة نحاول نخلي زكاري سماعي اعملها كده ونشوفها ان شاء الله. اتترحوا علي. تحبوا ايه? ايه رأيكم? نطلب منه ايه? اطفال بيحفظوا قراءة. جميل جدا ماشي. هقول له مثلا اه اقرابك او مسلم بيبل. اه مسلم اه مسلم اه مسلم اه مسلم اه 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 ريدنج. قرآن. تمام? ممكن تقول له مثلا ايه مسجد. طيب ممكن واحد يدخل زي ما تشاهد انا اضع سهل جدا بس ممكن واحد يدخل ويكتب حاجة وتطلع له نتيجة اي كلام واحد يدخل اعمل حاجة تطلع له نتيجة ممتازة. ايه الفرق بقى? الفرق ان انت تديله برومت بشكل حلو. البرومت ده اللي هو التكست اللي احنا كتبناه دوت. تمام? فمحتاجين احنا ايه? نزبطها بشكل حلو. بحيث ان احنا نتطلع لنا نتيجة ممتازة. ازاي نزبطها بشكل حلو? اول حاجة مثلا حاجة اسمها برومت انهانس. تمام? ايه برومت انهانس ده? يعني حسن لي الحاجة اللي انا اكتبها. يعني ايه? يعني انا مثلا كاتب كلمة صغيرة انت خش اكتبها بجملة كبيرة جملة ادفانس شوية. يعني انا ممكن اقول له بص وقا عملها لايه? كتب لي جملة كبيرة جدا انهم قاعدين وعالارض ويكراقوا وهكذا. تمام? ومش لازم من اول مرة تطلع لك صح? لازم تجرب مرة واثنين وثلاثة لحد متوصل ليه ان انت فهمت وبيفهم ايه? وتكتب زيه. تمام? عندنا هنا مثلا في كذا ستايل. يعني ممكن تكون انت عايز حاجة 3D ممكن عايز حاجة 2D. تمام? او دي بقى كلها انا عايز حاجة 3D رندر. عايز حاجة تكون كرتون. عايز حاجة جرافيك ديزاين. تمام? طيب. اهو جاب ليهو صور حقية. تمام? ممكن اعديلها اخليها 3D رندر. ممكن اخليها مثلا حاجة كتيرة جدا. تبدأ تخطي سكتشي مثلا. حاجة بلاك اند وايد. ممكن سكتشي كالر. ممكن نستوك فوتو. فكل الحاجات دي نقدر نحنا نتحكم فيها بشكل كويس. مع الوقت هتقدر ان انت تعمل صور كويسة. وده ان شاء الله يعني ايه? هنفهم يعني ايه برومت. البرومت دي من ضمن الحاجات اللي فيها مستقبل كويس جدا. بيتطلب دلوقتي يقولك انا عايز حد بيوتك ان هو يكتب برومت كويس بحيس يطلع لي النتيجة كويسة. ماشي? ممكن نقول له مثلا احنا عايزين مثلا نغير الحاجة مثلا. تمام? ونقول له انا عايز اعمل جنريت صور تاني. فيبدأ يعمل لنا صور وهكذا. طيب خلينا نرجع للبرزنتيشن بتاعنا. في موقع برضو حلو او اسم بلاي جراوند اي اي اي. ده برضو بيعمل لك صور كويسة. فده اقدر تعمل اي صورة انت بتفكر فيها في ثواني. دي مثلا صور معمولة مجرد ان هو كتاب له مثلا عايز راجل فضاء. فبدأ يعمله ثلاثة اربع صور. وممكن بعد كده الزكالي الصناعة دلوقتي بدأ يحرك صور يعني يعمل لك فيديو. يعني مجرد تقول له انا عايز فيديو لسبق خيل تلاقي سبق خيل يظهر لك. تمام? فاحنا انهارده يعني انهارده بنتعرف. انا مثلا اول مرة قابل مهات السامة فهو اول مرة قابلي اول مرة قابل ازا كالا صناعي. فبنلفم الفكرة لكن بعد كده هناخد كورس كامل في كل واحدة فيهم. ازاي اقدر ان انا اشتغل بيها بشكل حلو اطلح حاجة جميلة جدا. يعني ممكن اتعطي له صورة وقول له اخد الصورة دي وعدال عليها. يعني ممكن اجي هنا مثلا في ليوناردو. تمام? اختار الصورة مثلا معينة وقول له اعدال عليها او اغير فيها او اعمل صورة كويسة. بص دي كلها صورة عملت ده مثلا قلت له هاتلي صورة بقى للكداماء المصريين هاتلي صورة كتاب بيكون بشكل هيلو جرام مثلا هاتلي صورة دي صورة دي صورة دي كتا عندي او 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 قدت بتكس طوة عمل صورة دي قلت له عمل صورة دي القديم وهكذا. فتقدر ان انت تعمل صورة كتيرة للحاجة اللي انت عايزها في ثواني. يعني ممكن تعمل كتاب في عندك مثلا تخلي يعمل لك اللي هنشوف مع بعض اذا قسمع ممكن تقول له اكتب لي قصة فيبدأ ان هو يكتب لك قصة معينة. وتبدأ ان انت بتطور في القصة دي لحد ما توصل انها تبقى حاجة كويسة يصلح انها تتباع مثلا او انها تتبع وهتلاقي باقل مجهود يعني ما بقاش زمان محتاج ان انت تبذل مجهود كبير قوي عشان تعمل قصة او تعمل كتاب لا ممكن بشوية صبر شوية وتقدر تجرب كزا مرة لحد ما توصل الحاجة كويسة ان شاء الله. تمام طيب ايه هو البروميت ان انا بديله كلمة لخلي الكمبيوتر يبدأ يطلع لي الحاجة اللي انا عايزها يمكن ان انا اديله بروميت تمام خلينا نعمل البروميت مع بعض نفكر فيها مع بعض ونعمل البروميت خلينا مثلا اجي هنا وهقول له هنجرب مثلا شات جي بي تي كان زمان عشان يبقى عندك سجاة صناعي ده مكلف جدا دلوقتي خلاص بقى متاح مجاني في كل البلاد ان انت تدخل على شات جي بي تي وتطلب منه يشرح لك حاجة معينة او يساعدك في حاجة معينة او في معلومة انت بتدور عليها يعني مش صح ان احنا نهمل الكنز ده مثلا انا عايز ايه اقول له مثلا اريد معلومات عن افضل بلاد تمام طيب انا كده مدتوش المعلومات كاملة اللي يدور من خلالها هيحصل مشكلة كده ليه افضل بلاد من حيث ايه تمام من حيث نوعية دي فكرة البرومت انا اديته هنا برومت غلط فهو مش قادر من ناحية نوعية الحياة ولا من ناحية الاقتصاد ولا من ناحية التعليم ولا من ناحية ايه بالزبط يبقى انا لازم اكون محدد وانا اطلب منه في البرومت يعني ما فاش اقول له ايه ما هي صلاحيات الراس الجمهورية طب انت في اني جمهورية انت في اني بلد ايه عمر المعاش او عمر دخول الطالبة لمدارس فأني بلد لازم اده له جملة كويسة والافضل ان انا اسでديه مثال اقول له ايه لو احنا افترضنا كذا كذا فايه الحال في حاجهة ايه يعني اعتبروا صديق ليك المشكلة اللي بتحصل ان حد بيطلب بيدي له سؤال مش واضح فهو مش قادر يجاوب فلازم ان انا اخلي بالي بالي بالنقطة ديت يعني اقول له ما افضل البلاد من حيث جودة الحياة مثلا فهو ساعتها كده بدأ يفهم ممكن تقول له انا جنسيتي كذا انا جنسيتي مصري مثلا وبدور على بلاد اروح اسافر فيها طيب خلينا مثلا اقول له ايه اريد ان اسافر لخمس دول في خلال مثلا عشرين يوم مثلا في اوروبا اعمل لخطة صفر تمام وممكن تكتب له بقى انا بحب سفر بالطيار او انا بحب السفر بالعربية تمام فكل ما هتدي له معلومات اكتر او قال لك اول اربعة ايام هنروح باريس بعد كده هنروح بروكسل بلجيكا وكذا وقال لك تلك بايه يعني كأنك روحت الشخص متخصص في السفر بالعربية كلها تمام واضحة ووديك شوية ملحوظات تمام ممكن تسأله مثلا في حاجة في التاريخ في حاجة مثلا انتبش باهمها فتقول له ايه شرح لي ايه شرح لي اهم الاحداث التاريخية وتكتب له اشرح لي كأنك مدرس تاريخ اشرح لي ايه ام اللي طفل اللي طفل عمره عشر اعوام تمام تمام فيه يقول لك بعض التواريخ بطريقة سهلة جدا زي ما اسالنا بتشاهد امريكا كورسفر كولومبوس الهم جد كلها ممكن تقول له لا استاني يا بقى احدى انا عايز تاريخ الدول العربية تمام فممكن اروح ايه موقفه واخد بقى ايه اهم الاحداث تاريخية في البلاد العربية ساعتها هيبدأ يجيب لي الحاجات المذبلية ممكن اختار حدث معاين وقول له الشحولي انا مش ادرى افهمه فبدأ من زهور الاسلام وهكذا فتبدأ ان انت تناقش معاين وتاخد المستوى كويس دي فكرة البروميتس البروميتس دي حكي كويسة جدا تقدر تقول له ايه ممكن مثلا نقول له ايه مثلا لو حد عنده سؤال يقول عرف لي البحر تمام طيب ممكن انا لأ ده بشان انا مقصدش كده نقصد البحر الشعري اقول له ايه اه عرف لي البحر الشعري او كأنك متخصص في الشعر وتحت الفكرة اه هو بدأ اكتبالي بشكل شعري طيب عرف لي الشعر عرف لي البحر الشعري هو بيقرأ كل الكتب ويجيب لك الحاجة اللي انت محتاجة فبدأ اشرح لي البحر الشعري واستشار البحر الطويل والتفاعلية وهكذا تمام فلو في ايه حاجة مش واضحة في المذاكرة اخليه ساعدني في فهم الحاجة دي بش في انهم في حلها في فهم الحاجة دي طيب فالبروميت بينفع معي في ان انا اعمل صور وفي ايه وفي ان انا اقدر اتناقش معي واخد منه معلومات كان ان روحت الرجل المتخصص مثلا في الادب زي مثلا الاعقاد او طا حسين او دجين محفوظ وسألته سؤال فهيبدأ يجيب لي اجابة شافية وفيها كل حاجة فتقدر ان انت بعد كده تقول له ايه لو في جزء انت مش فهمه قوله انا مش قادر افهمه بقول له ما اهمية البحر الشعري هو قادر بفوق بس انا هسأله تاني والاجابة اللي تقدر تاخدها منه ممكن تقول له نظامها لي يعني بقول له ممكن تسأليه ما افضل هذه الشخصيات وهنكترح عليه بعض الشخصيات مثلا نيوتن ومثلا باتمان العقاط ونختار مثلا بيتوفين انا متعمد ان انا اختار شخصيات غير بعض خالص حد يعرف اسم العيب كرة ميسي ماشي وخليني نشوف السؤال نفسه مش هيعجبه ليه لان شخصيات مختلفة اهو فهو يبدأ يديني معلومات عن كل واحد فيهم بس مش قادر السياق والمعيير فانا اقول له ايه من حيث العلم اهو فيبدأ يرتبهم ليه بقى مين فيهم اللي ليه اسمات علمية قال لك اسحاق نيوتن لانه ليه اسمات التعلمية في كذا بتوفين كذا الموسيقى فبدأ انه يرتبهم وحط بتوفين في العقاد لان العقاد بالنسبة ليه محلي انما بتوفين عالم بعد كده باتمان قال لك الشخصية خيالية بس هو ليه اثر ثقافي من حيث البطولة ومواجهة طيب ممكن اقول له ايه مثلا اذكر ليه اه اهم اصحاب الكتب الستة في علم الحديث واهم اه شيوقهم واهم تلاميذهم فمعلومة عشان تعرفها هتاخد منك وقت كتير فهو بدأ انه هو يرتب هوملك بس فيها معلومات غلط الامام البخاري 192 وتوفى 256 يعني التواريخ الوفاة والوديبش مظبوطة الامام مسلم 204 وتوفى 261 تقريباً طيب المهم انه هو كتب هوملك كده اقول له ايه انا عايزهم على شكل جدول على شكل جدول على شكل جدول فيبدأ يعمل لي جدول في الاسامي اسم الكتاب اسم الشيخ الجليل والتلاميذ البارزين وهكذا فيه الكلام مش مظبوط لانا هم نتكلم في حاجة وش تخص فيها اللي هو العلم الحديث بس لانا فقالتو في العلماء الرياضة وعلماء الفيزياء هكون الاجابة بتاعته أضاق وهكذا ممكن تقول له دي في الجدول دوت اهم مثلا الاعمال اهم الاماكن اللي اتظروها الحاجات دي كلها ماشي هو طبعا المعلمات اللي هنا مش مظبوطة طيب خلينا نرجع تاني بس ايه الفكرة كلها انت ممكن بعدك تقول له المعلومات دي باش مظبوطة طيب تعالنا نشوف امثلة على الزكاة الصناعة ممكن يفيدنا في ايه ممكن يفيدنا في حاجة كتير اه اا ياريت حد يقول لنا ممكن نستفد من الزكاة الصناعة في ايه مثال ممكن يفيدنا في ايه الزكاة الصناعية يا شباب وسهما قوي حد من الأشبال اللي يجاوك ممكن أن زكالي صناي فدنا في إيه يعني عايزين نفكر مع بعض ممكن يفدنا في إيه في العلم في العلم يعني ممكن يفدنا هنبدأ نشوف حاجة كثيرة جدا ممكن يفدنا فيها أول حاجة مثلا العربية اللي هي زيتية القيادة دي فيها جزء معين بيبدأ يحلل الصورة طول ما هو ماشي بيبدأ يحلل لو شفتش وجود صخص يمكن يدرب فرامل عشان مثلا ما يخبطوش لو شفت الإشارة خضرة يبدأ إن هو يحرك السيارة لو شفت الإشارة حمرة يبدأ إن هو يوقف لو شفت هو هكذا فدي حاجة مهمة جدا لما أنا بصور بالموبايل كلنا جربنا الموضوع دوت لأي عمل لك إيه تاج إن ده فلان وده فلان وده فلان إن هو يقدر يفهم الصور حاجة اسمها Optical Character Recognize إن أنا لو عند الصورة فيها كلام ممكن نصورها بالموبايل ويبدأ إن هو يقرأها إن شاء الله مع بعض في الكورس هورج شوية تطبيقات معمولة للسن مثلا من أربع سنين من عشر سنين ممكن تصور الواجب ويبدأ إن هو يحلل لك أو يجيب لك أسئلة على الوجب دوت أو يجيب لك بعض الكلمات تتعلمها جديد فدي من ضمن الحاجات الخاصة بالذكاء اللي صناعة إن هو يقدر يستوعب معلومات معينة ويبدأ إن هو يفيدنا فيها برضو تعالي نشوف حاجة زي كده مثلا دي برضو نفس الفكرة إن هو تصير طول ما ماشي عملا تعرف على الأشخاص عملا تعرف على النوع العربية إنها إزاي تيركن حاجات دي كلها ممكن تعرف على الوجه تعرف إن شخص ده بيبتسم ولا ما بتسمشي لو أنا أيام كورونا لو واحد بيش لابس ماسك يبدأ إن هو ينبه تمام؟ فكل الحاجات دي بالذكاء اللي صناعي دلوقتي التطبيقات لو رفعت أي صورة بيبدأ إتعرف عليها ويبدأ إن هو يعمل فلاتر وحاجات زي كده ممكن نستخدمه في الروبوت تمام؟ إحنا إن شاء الله معنا في الكورس هنبدأ نشوف موضوع الروبوت دوت هنبدأ إزاي إن إحنا نبرمج الروبوت هنخليها في الأرخ خالص لو حد حابب أن أتعلمها لكن إحنا ممكن نبرمج بأسلوب تاني سهل جداً وبسيط يناسب كل اللي سنه صغير واللي سنه كبير برضا ممكن يكون عندنا معلومات كتير جداً عندك كم واحد في المدرسة ممكن ألف واحد يبدأ إن هو يحط المعلومات ويبدأ يستنتج إن شخص ده كان درجاته كويسة فترة وفترات لكن قلت الشهر ده فعنده مشكلة محتاجين إن إحنا نعرفها ممكن يخمن مثلاً أنا قريت كذا كتاب في المكتبة فإيه الكتاب اللي هو يرشحوا لي إن أنا أراه وإنت بتلعب أي لعبة بيبقى معاك شخصية كده بتتعلم منك وتبدأ إنها كل مرة جودتها تتحسن دي حاجة اسمها المشيل ليرنج هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في يوم تاني إحنا عملنا كل جمعة ساعة واحدة بنبدأ إن إحنا نفهم حاجة جديدة ونبدأ نتعلم مع بعض النوع يبدأ يحل التكست اللي موجود يبدأ لو أنا بعدت رسالة يبدأ إفاهم الرسالة دي ممكن تبقى أكوى صح أو أنا مش مهتم بيها وهكذا ممكن في مجال الصحة إن هو يحل النتاج بتاعتي ويستنتج إذا كان فيه أي أضرار أو بحاجة إن أروح للدكتور أو كده فعندنا الزكاة الإصناعة ده بيحتوى الحكترة جداً يعني أنا لما هوريك حاجة دلوقتي ماشي؟ خليكم معايا أشغل تطبيق الفون عشان تشوف الفون عندي عمل إزاي؟ ماشي؟ ماشي؟ فون هاي بدا يظهر دي شاشة تلك التلفون بتاعي؟ هتلاقي إن أنا ممكن أساطى ببرنامج أنا بكلمه وهو بيبدأ يسمعني ويبدأ أسأله أي سؤال صوت فيبدأ إن هو يجيوب علي صوت وكتابه فدي حاجة كواسة جداً إن هو قدر يفهم أنا عايز إيه؟ دي حاجة رائعة جداً ونبدأ إن إحنا نبرمجة ونفهمها مع الوقت يعني مثل النهاردة مع الوقت هنبدأ نفهم إيه هو البرنامج إيه هو البرمجة إزاي إن هو ممكن يفيدني في حاجة زي كده إيه هو الشاشة تلك التلفون بتاعي تمام؟ هوريكو دلوقتي برنامج جميل اسمه شات جي بي تي وإن شاء الله المرة الجاة هنأخد برنامج برضه يعني شات جي بي تي للأطفال بس أنا هوريكو اللي هو العادي دلوقتي اللي أنا بأستخدمه طيب ممكن أقول له إيه؟ أدوس على السمع كده هو يبدأ بقى يسمعني صباح الخير كيف حالك؟ 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 ما هي أهم الأثار الموجودة بمصر أريد أن أذهب لزيارة الأثار في الدول العربية ما هي الأهم الأثار في الدول العربية؟ ما هي أهم الأثار في الدول العربية؟ ما هي أهم الأثار في الدول العربية؟ أهم الأثار في الدول العربية؟ ما هي أهم الأثار في الدول العربية؟ ما هي أهم الأثار في الدول العربية؟ ما هي أثار شيء في الدول العربية؟ نعم في الدول العربية؟ ما هي الأثار الموجودة؟ على سبيل المثال في الأردن هناك مدينة البطراء وفي سوريا هناك مدينة بالميرا وفي السعودية هناك موقع مدائز طيب ده تطبيق مثلا كويس جدا اللي هو شات جي بتي تدهر انت تسالفه في برضو عندنا حاجات نتكلم عنها بعد كده اللي هي AI Kids و AI Magic دي برضو برامج مناسبة لسن صغير ويبدأ ان هو يجاوب بطريقة سهلة جدا ووسيد طيب احنا كده فهمنا الزكاة الاصنوعية ويهي اهميته وهو بقى موجود في كل حاجة حاليا وهنقدر ان شاء الله نبرمجه بطريقة سهلة جدا وبسيطة طيب حد هنا بيحب المكعبات لعبة المكعبات فاكرينها حد عنده لعبة المكعبات ولا دي انداصرت خلاص حد برمج قبل كده حد قصدي لعب مكعبات قبل كده طيب ماشي بص البرمجة اللي احنا هنلعبها هنلعب حاجة اسمها بلوكات يعني هي نفس فكرة المكعبات انت مش مطلوب منك تحفظ اكواد تمام مجرد ان انت بتلعب بتوصل حاجات ببعض يعني لو حد عنده اربع سنين خمس سنين والعبن اللعبة دي معاه هتلاقي حبها وحب ان هو اشتغل عليها اي حاجة اسمها جينيرو بلوك تمام مناسبة وهنتعلمها كلها هنتعلم حتى ازاي نبرمج بالذكاء الصناعي وازاي نبرمج بالبيسون وازاي نبرمج تبع عندك امكانية ان انت ببرمج زي ما انت عايز الحاجة اللي هنشرع عليها زي سكراتش كده تمام هتتعلم فكرة البرمجة طب ايه هي البرمجة انت بتلعب العاب يعني انت اغلب الوقت بتلعب العاب بتلعب مثلا ايه اللعاب اللي انت بتحبها على الموبايل او الكمبيوتر كل واحد اللي لنا لعبه هو بيحبها ايه اللعاب اللي انت بتحبوها طيب ياريك كل واحد كده يفتح المايك يقولين ايه اسم اللعبة كده هو بيحبها فيفا ماشي الفكرة بقى احد ثانية عنده لعبة ثانية حلوة بيحبها الفكرة هنا احنا اللي هنبرمج لعبة الفيفا احنا اللي هنبرمج اللعبة اللي هنرعبها يعني انت هتشارك مع اصدقائك تمام اللعبة اللي انت عاملها بايديك تمام والموضوع هيبقى سهل والموضوع مش هطلب منك وقت كتير جدا في البرمجة لا هنبدأ نشوفها مع بعض يعني باش هنتقل عليكم النهاردة النهاردة بنتعرخ عرفت فلان وفلان عرفني وعرفنا ايه هي البرمجة البرمجة ان انا هبدأ ان انا اعمل اللعبة او البرنامج اللي انا عايزها تمام بس يعني هقول له الكمبيوتر يعمل لي كذا بس عشان اقول له لازم ان انا ادهاله بشكل يعني ايه ككود او طريط فيهم او طريط حاجة معينة الموضوع ده هناخد له كذا يوم بعد كده يعني هناخد كذا يوم نشرح فيه الفكرة بالضبط عاملة ازاي بس اول حاجة كده هنشوفها مع بعض ان انا مثلا عايز اخلي الدوب ده يتحرك تمام وما تشغلش نفسك ازاي ايه اللي حصل لكن هنشرحها بالتفصيل عندي حاجة اسمها event يعني حدث يعني هقول له لما دوس على ضرور اعمل كذا فزي ما انت في الفيفا انت بتلعب بالكيو دابلو اي اس ار والحاجات ديت والاسم احنا هنقول له كده برضو لما دوس لك على الضرور ده اعمل كذا يبقى انا هبرمجه ان هو هيتحرك ماشي و لما دوس على الضرور ده يعمل ايه ممكن نقول له موشن مثلا تمام هقول له مثلا بتتحرك عشر خطوات ممكن اخلي العشر حركات دي ممكن نخليها مثلا ايه عشرين طيب اه ممكن اقول له بقى لفلي شوية ممكن بعد كده اقول له قول لي كلمة معينة طيب اه احنا معنا حد تاني غير قسامة معنا حد تاني غير قسامة دلوقتي المايك مفتوح لحد يحابب يقول اسمه انا حمزة ماشي انا انا هقول له بقى هاي حمزة تمام وقول له ايام هاخليها في سطر الوحديها هتلاقي البرمجة سهلة جدا و بسيطة و هنبرمج حاجات قوية جدا في الزكال الصناعي هنفهم فكرة الزكال الصناعي كل مرة نمسك جزئية معينة نقولها و نقولها ازاي هنبرمجها مثلا ايام حمزة احمد صح هاي حمزة ماشي اهو يبقى انا هقول له انا حمزة هلوه حمزة ايام يوسف وتقدر تقول له بالعربي انا فيش مشكلة تمام فهو هيبدأ يقول له هاي حمزة ايام يوسف فاللي انا برمجته عليه هو يقوله له تمام احنا شغلنا على حاجة اسمها بيكتو بلوكس تقدر انت تستطابها والفيديوهات موجودة لكن احنا يبقى كل اسبوع بنقعد كده مع بعض ساعة ممكن نتفع عليها كل الحاجات ده نبرمجها ازاي يتعرف على الحركة الايد ازاي يتعرف على العنصر ادي له مثلا صورة معينة هو يبدأ ان هو يحللها ازاي ماشين ليرنينج انفيرومينت ادربه على الحاجات ممكن ادي له صور حاجات انه عندنا من من الثقافة العربية ويبدأ ان هو يفهمها ادربه على ناتشرال لينجوتش بروسوسينج ان هو يفهم النصوص ويفهم الكتاب كل الحاجات ديت هنبدأ ان احنا نشتغل عليها بإذن الله يوصل فيها للمنصوات كويس الكمبيوتر فيشن برضو ان هو اتشف الحاجات اللي هي لسي فيه دي حاجة مهمة جدا ممكن مثلا ادي له صور كتير ويبدأ ان هو يتعرف عليها فكل الحاجات دي واحدة واحدة هنبدأ نفهمها وبش هتبزل جهد في ان انت تحفظ يعني ان شاء الله بعد كنا ناخد البيسون وناخد البرمجة بتاعتها والحاجات دي كلها لكن احنا في الفترة الاوانية هنمشوا واحدة واحدة مع بعض هنفهم فكرة البرمجة هنفهم ازاي تبرمج هتفهم ايه اللي مطلوب مني عشان مثلا نعمل حاجة معينة هتفهم ايه هي المتغيرات ان انا حطت حاجة في المتغير هتفهم قاعدة اف وهكذا فعندك معينة او ثقافة معينة او معرفة معينة بحيث ان لما اتكلم عن اي حاجة مع اي مبرمج تبقى فاهم الحاجة دي ايه تمام فما نستعجلوش ان شاء الله ايه هنشتغل عليها بشكل كويس طيب نكمل مع بعض يبقى فكرة البرمجة هتبقى سهلة جدا طيب بالنسبة لنا بقى ايه الحاجات اللي مطلوبة مننا يعني احنا مش هنشتري اجهزة معينة ولا هنعمل حاجة خالص لان انت دخلت النهاردة من خلال الموبايل كل البرمجة بتاعتك هتبقى من خلال الموبايل او من خلال الكمبيوتر يعني لو عايز تبرمج من كمبيوتر ماشي عايز تبرمج من الموبايل ماشي تمام يعني الاتنين بسهلين جدا وتقدر ان انت نسطب طول الكورس كورس هناخد حاجات كتير اوه هناخد برمجة روبوتية هناخد برمجة ذكاء اصطناعي هناخد ديب ليرننج كل حاجات دي من غير ما هنشتري حاجة او نكلف الاهل حاجة خالصة ودي بعض المواقع ان شاء الله هنبدأ ان احنا نشوفها في الدروس اللي جاية ونبدأ ان احنا مسلا نمسك موقع معين ونبدأ ان احنا نشغل عليه طيب مطلوب مننا ايه بقى مطلوب مننا حاجة سهلة جدا وبسيطة اقول لك عليها تمام اللي هو هنستطب حاجة اسمها كوبايلوت انا نستطبه عندي انت تستطبه عندك ومطلوب منك واجب بسيط ان انت تسأله اي سؤال وتخليه يعمل لك اي سورة طيب اهو كوبايلوت اهو تمام ده زكاء صناعي ضخم جدا من ميكروسوفت مثلا هتسأله اي سؤال وتحط لنا بقى في الجروب اللي احنا عاملينه السؤال اللي سألته والاجابة بتاحته ونشوف مع بعض ازاي نحسن البروميك عشان نوصل الى افضل نتيجة تمام طيب يعني عاسبي المثال مثلا ممكن تقول له احكي لي قصة فيبدأ ان هو يحكي لك قصة فيه قصة معانا اسمعتها وبش فاكرها فاقول له احكي لي قصة معينة ممكن اقول له ما افضل رياضة وممكن تكتب له صوت وممكن تبعت له صورة وهو يبدأ ان هو يحل الهالة بس ما تصورش اشخاص او صورة حد من قريبك او كده ما افضل رياضة اللي يتفل عشر سنين فيبدأ ان هو يعمل سيرش ويسأل كتب كتير جدا ويبدأ يجيب لك النتيجة على طول قال لك ركوب الدراجات قافز الحبر طيب دوست على الثلاث طور اللي فوق خالص دول وعلى فكرة بيفهم عربي في حاجة اسمها دزاينار دزاينار يعني ايه؟ يعني هقول له اعمل لي صورة بالعربي قول له صورة مثلا طفل مصري عربي بجوار اي مكان بقى انت عايزه مثلا بجوار مثلا النيل وممكن تدوس على المايك وتتكلم صوت ويبدأ انه يعمل هلك ايه بيقول لي اعمل اعمل صور وعنده ساعد يعمل صور بس محتاج ايه اعمله صور بالحساب بتاعي اعمل صور اعمل صور اعمل صور طيب فالكوبايلوت عندك الكوبايلوت اللي هو كتابة عندك الدزاينار اللي هو يعمل لك صور عندك فتنس تيرينار يعني ده تدريب على الرياضة فممكن تسأله اي سؤال كأنك تسأل الكوتش فيبدأ انه يجاوب عليه فالموضوع سهل جدا انا بسيط احنا عاملين جروب على التليجرام هسيب لكم رابط بتاعه انتوا اكيد موجودين بحيث نفكر بعض ولحد نطبق حاجة هيعملها وفيه هدية ده كورس 28 دولار هسيبه لكم مجاني تمام في قلب الجروب على التليجرام لحد ما هو حابب يستفاد منه وممكن نجرب اليوناردوف ان احنا نعمل صور كتيرة وشاركونا الصور على الجروب يعني اي صور تعملوها حطوها في الجروب عشان نفكر مع بعض ازاي نحسن الصور ان شاء الله طيب انا عايز بقى يعني اشوف لو عندكم اي اسئلة نبدأ ان احنا نفكر فيها ان شاء الله والكورس هيتطور حسب ما انتوا عايزين يعني عايزين نسرع ونبطقه ونوقف نشغل زي ما انتوا عايزين فحابب اسمع بقى منكم يوسف وحمزة واي حد ثاني موجود معنا في الجروب هل الموضوع كان سريع ولا كان سهل ولا كان محتاجين نطبع عليه اكتر زي ما انتوا عايزين شوف انتوا عايزين اين طيب هل الموضوع واضح ولا ولا في مشاكل ده واضح حلو سهل واضح اوه زي ما بقولك كده انا حاول بس نكمل مع بعض الفترة اللي جاية دية يعني كل اسبوع ساعة والحاجات اللي هنطبقها هتبقى حاجة سهلة جدا مش تقومنا بقى 10 دقيق تقدر تكمل بقى اليوم كامل انت عايزه وان شاء الله يعني ايه خلال فترة بسيطة نبدأ ان احنا نطلع برامج كواسة جدا نقدر ان احنا نفهم كل حاجة في الزكاة الصناعية في البرمجة ودي مهارات مهمة جدا وان شاء الله يعني ايه نتعلم مع بعض فيها ان شاء الله شكرا جزيلا ولو في اي حاجة كلموني ولو اي اشئلة اي حاجة بعتولي ونبدأ ان نحلها ان شاء الله شكرا جزيلا لكم كل خير السلام عليكم